القصة أعلنت لأول مرة بشكل موسع جداً سنة 2004 في كتاب يعد من أهم الكتب اللي صدرت في التاريخ المعاصر كتاب لاغتيال الاقتصادي للأمم اعترافات القرصان الاقتصادي جون بروكنيس الكتاب بيتناول موضوع واحد بس إيه هو الموضوع؟ كيف أركعت أمريكا الدول الاقتصادية وسيطرت عليها سيطرة كاملة جون بيركنز كان بيعمل في وكالة الأمن القوم الأمريكي وكان ليه دور كبير في عدد من الدول منها مصر والسعودية مين هو جون بيركنز؟ من هو القرصان الاقتصادي جون بيركنز؟ في 28 يناير من عام 1945 ولد جين بيركنز في مدينة هانوفر بنيو هامشير في الولايات المتحدة الأمريكية درس الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة بوستن في عام 1968 عمل في وكالة الأمن القومي الأمريكية كقرصان اقتصادية الوظيفة التي تهدف إلى السيطرة على اقتصاد الدول وعمل تحت غطاء شركة مين الأمريكية مين هي إحدى الشركات الأمريكية الكبرى في مجال الهندسة وإنتاج الكهرباء عمل مع الاستخبارات الأمريكية كقرصان اقتصادي للسيطرة على الدول والتي كان منها مصر والإكوادور وبنما وإيران وكولومبيا والعراق والسعودية في عام 2004 بعد أحداث الحدي عشر من سبتمبر من عام 2001 قرر تأليف كتاب يحمل اسم الاغتيالات الاقتصادية للأمم اعترافات قرصان اقتصادية الكتاب الذي ترجم إلى ثلاثين لغة وحقق أكبر مبيعات في العالم وقتها وفضح فيه الدور القادر الذي لعبه مع الإدارة الأمريكية في تدمير ومحاصرة اقتصاد الدول وقال فيه إن الاغتيال الاقتصادي للأمم أضحى عملا لوتينيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وذكر أسماء القادة الذين كانوا من ضحايا والبلدان التي أثار فيها عواصف اقتصادية عاتية قصص كتيرة حصلت في العالم شارك فيها هذا القاتل الاقتصادي نشوف إيه اللي حصل في السعودية الدولة أثرية بالنفط والسياسة اللي تم اتباحها لإركاع السعودية أمام أمريكا بالشكل المهين اللي بيخلي ترامب يهدد السعودية بإنها لازم تدفع ويؤمر بتزويد البترول والسعودية تلبي على الفور بشكل مهين أمام العالم فيه اتفاقيتين رئيسيتين أو اتفاقاني رئيسان في وجود المملكة عربية السعودية اتفاق الأول هو إنشاء المملكة أصلا وتفضيل عبد العزيز اللي حكناها قبل كده عن الرشيد اللي كان بيحكم من حايل والشريف حسين اللي كان في الحجاز الاتفاق الثاني طبقا لجون بيركنز اللي راح السعودية بعد القرار التاريخي بتاع الملك فيصل بتقليل إنتاج البترول راح جون بيركنز السعودية وهنا بيحكي عن الوضع وقتها لما أرسلته الإدارة الأمريكية للسعودية للاتفاق والذي استمر حتى الآن التقيت شخصا من المسؤولين الكبار في الخزانة الأمريكية الذي قال لي نحن لا نستطيع السماح للأوبك بابتزازنا عليك أن تذهب مع موظفيك إلى السعودية وعليكم أن تضمنوا عدم تكرار استخدام الحظر النفطي ضدنا كنا جميعا ندرك أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تخلصنا من هذا الحظر هي أن نسيطر على الأوبك سيطرة كاملة وكان ذلك يتطلب مننا أن نعمل من خلال أسرة آل سعود العائلة الحاكمة في السعودية كنا نعرف من قبل لأن الأسرة المالكة قد تفشى فيها الفساد ومن الممكن استمالته من ذلك شون بيركنز راح السعودية الدولة اللي ما كانتش في اهتمامهم بشكل كبير وفجأة حصل الصفعة البترولية إذا جاز لنا أن احنا نقول راح عشان يطبق الديل التاريخي شون بيركنز لفت نظره بشدة لعطة في السعودية ما بيعاش فاهمها قال لك في عام 74 أراني أحد دبلوماسي المملكة عربية السعودية صورة فوتوغرافية للرياض عاصمة بلاد ومن ضمنها صور لقطيع من الأغنام يرعى بين أكوام القمامة خارج مبنى حكومة حينما سألت ذلك بدبلوماسي عنها عن الغنم دي صدمتني إجابته حين قال لي إنها وسيلة للتخلص من القمامة قال لي لا يمكن لمواطن سعودي كريم الأصل أن يجمع القمام نحن نتركها لقطاع الأغنام والماشاء أغنام في عاصمة أكبر مملكة بترول في العالم بدأ لي أمرا لا يصدق شوف بيركنز قال إيه على موضوع الأغنام والفكرة التي استنبتها للوصول للاتفاق التاريخي عندما زورت المملكة العربية السعودية الأولى كانت صدمة بالنسبة لي كانت السعودية أنذاك بلدا شديد التخلف وليست كالسعودية اليوم التي تعتبر من أغنى البلدان أنذاك عندما وصلت إلى الرياض كان أقوى طباعاتي هو نظام جمع القمامة في العاصمة كان عبارة عن قطيع من الماعز يجوب الشوارع ويلتهم جبالا من القمامة بالطباع ثرمجي بفترة قصيرة تم توقيع عقد مع الشركات الأمريكية لمعالجة المخلفات ولكن انطباعي الأول آنذاك أثار صدمة كبيرة لم أكن أتصور أبدا أن هناك بلدا في العالم بهذا التخلف خصوصا مع الاحتياطي الهائل من النفط أكتشف أن الشعب ده نتيجة الثروة ما عندهش سعداد يعمل أي حاجة فإحنا محتاجين نعمله كل حاجة لأنه مش هيحرك صبعه بدأت أمريكا في الخطة في السيطرة على السعودية إيه اللي كانت عاوزها أمريكا؟ أمريكا كانت تريد إنقاذ الدولار من السقوط لأن الدولار كان بينهار في ذلك الوقت سعوديين مرارا قبل توقيع العقد لأقنعهم بأن يوقعوا العقد معنا نحن بالذات وبالإضافة إلى ذلك كان علينا حسب مخططاتنا أن نقنعهم ببيع النفط السعودي مقابل الدولار الأمريكي فقط كان ذلك مهم للغاية لأن الرئيس ريتشارد نيكسون وسكرتير الخزانة الأمريكية جون كونيلي أوقفا سريان المعيار الذهبي للدولار وكان ذلك يعني أن الدولار الأمريكي أصبح آنذاك في وضع محفوف بالمخاطر لاحتمال فقدانه لقيمته بشكل مضطرد لهذا كان التعامل بالدولار في المسائل التجارية الضخمة مع السعودية يعني إنقاذا لوضع الدولار ولذلك كنا نصر على التعامل بالدولار فقط لتنفيذ الاتفاق الكامل كان فيه حاجة لازم تتعمل وهو إقناع الأمراء مهم جدا نقنع الأمراء أي من كان ذلك المبعوث كانت مهمته الأولى أن يذكر العائلة المالكة بما حدث لجارتهم إيران عندما حاول مصدق ترد الشركات البترولي البريطاني ثانيا أن يحدد خطة جذابة بحيث لا يستطيعون الأمراء رفضها في الواقع أن ينقل السعودين ضمنيا عدم وجود بدائل ليهم عندكش بديل هذا الاتفاق ويف على حاجة واحدة إن في واحد من أفراد القصة المالكة رفض الموضوع بشدة كلفوني في عام 75 كلفوني بالحوار مع واحد من هؤلاء اللاعبين الأساسيين كنت أعرفه دوما باعتباره الأمير دابليو أو ورغم أنني لم أكن على يقين إن كان هو ولي العهد أم لا كانت مهمة إقناعه أن موضوع غسيل أموال المملكة العربية السعودية سيعود بالنفع على البلاد وعليه شخصيا لم يكن الأمر بالبساطة الذي توقعتها في البداية فالأمير أعلن عن نفسه كوهابي ملتزم وأصر أنه لا يريد أن يرى بلاده تسير على ضرب النمط الغربي في التجارة وأنه يعي جيداً الطبيعة المغرية لاختراحتنا وأننا نبغي الأهداف نفسها التي ابتغاها الصليبيون منذ ألف عام مضت وهي نصرانة العالم العرشي وإذا نحينا جانب المعتقنات الدينية فإن الأمير دابليو لديه نقطة ضعف وحيدة تتمثل في ضعفه اتجاه الحسنوات الشقروات ومما يبعث للسخرية عن أنوه أن هذه الصورة النمطية تعد مكحفة للسعودية فمن الواجب علي أن أذكر أن الأمير دابليو كان الرجل الوحيد بين كثير من السعودية الذين عرفتهم الذي لديه هذه الميول أزاء الحسنوات أو على أقل الوحيد الذي صارحني به أنا مع الحجة الوحيد اللي صارحني بها وقد لعب ذلك دوراً كبيراً في وضع أساس هذه الصفة وبينت إلى أي مدى يمكن أن أذهب لكي أتم مهمة الراجل ده عنده نقطة ضعف وحيد اللي هو عليه الاتفاق الرئيسي هو بيقولك غالباً كان وليه العهد بيقول ساعتها غالباً كان وليه العهد طيب أعلن الأمير أنه يتوقع في أي وقت يزرني فيه في بوستون أن يأتنس برفقة امرأة من النوع الذي يفضله وأنه يتوقع منها أن تقوم بدور أكبر من مجرد دور البسيط للمرافقة لكنه لا يريد مرافقة محترفة ممن يستدعين بالتليفون حتى ليصادفها هو أو أي من أفراد عائلته في الشارع أو في حفلات كوكتيل تعالوا نشوف إيه اللي قاله تشون بيركنز عن قصة الأمير أو الحلقة الرئيسة في هذا الاتفاق النفط مقابل الحماية الأمير دابليو واللي طلب منه السيدة الحسناء إن التعامل مع السعوديين صعباً جداً أساساً أنا مثلاً كلفت صفقتهم مع آل سعود الكثير من الجهد والمسألة أن الصفقة كان ينبغي أن يوافق عليها جميع أمراء عائلة آل سعود كان ينبغي إقناع كل واحد منهم على حدة وكنت أنا مسؤولاً عن أحدهم كان علي أن أقنعه بضرورة إبرامي الصفقة وطررت للقبول ببعض شروطه كان من شروط أن أجد له امرأة في كل مرة يزور فيها أمريكا لمقابلتي أو خلال زياراته الشخصية وحدد مواصفاتي بأن تكون شقراء بارعة الجمال ويجب أن تكون أمريكية من أسرة محترمة وليس من النساء المأجورات وكنت مضطراً أن أعث ورده على امرأة كهذه لأنه رفض الموافقة على اعتماد الصفقة حتى نحقق له نزوذ شرطه الأساسي في ذلك الحين كانت الأسرة كلها قد وافقت على شروطنا مقابل ضماننا لهم البقاء في الحكم أما هذا الأمير فاشترط شرطاً خاصاً به كمكافأة شخصية صغيرة تعال نشوف عمل إيف طلبه شون بيركنز الأمير دابليو شغل شون بيركنز ده شون بيركنز بيعترف شغلوا قواد إزاي كده الذي يعرف أنه سبب لي حرجاً كبيراً لقد فاجأني بهذا الطلب فأنا لست قواداً خصوصاً أو طلب امرأة متزوجة من أسرة كريمة مع ذلك اطررت إلى القيام بهذا الدور وعثرت على هذه المرأة كانت زوجة لطيار مدني كانت تعرفنا لزوجي علاقات غرامية بنساء أخريات وكان ذلك يؤلمها كثيراً كانت تعيش في منطقة بيكنهيل بمدينة بوسطن حياة وادعة ورغدة لكن لم تكن تملك دخلاً خاصاً إذ كانت كل الأموال تحت سيطرة زوجها وهكذا فقد كانت لها مصلحة في أن يكون لها دخلها الخاص وأن تنتقم من زوجها شون بيركنز القاتل الاقتصادي يبقى سؤال أخير أكيد بدر في ذهنك وانت بتتابع هذه التفاصيل الشائكة هو المثيرة هل كان اغتيال الملك فيصل لا يرحمه لإعلاقة بالموضوع والاتفاق نسمع وقعت الاغتيال ليست لدي معلومات حول مقتل الملك فيصل لكني على يقين انطلاقاً من تجربة خاصة أنه كغيره من زعماء الدول الغنية بالنفط كان أمام خيارين إما اللعب حسب القواعد التي تريدها الولايات المتحدة هو إما الزوال بطريقة أو بأخرى أنا لا أظن أنه كان يمكن عزد الملك فيصل عن طريق نشر شائعات حول مغامراته العاطفية وربما لهذا وقع الاغتيار على الاغتيال كوسيلة للتخلص كوسيلة للتخلص من كل العقبات في طريقنا اللي أصبح مفروش بالورود جملتين بتصرف من معها معتز